مشوار المغرب في كاس العالم بدأت طبعاً أو بدأ المنتخب المغربي أولى مبارياته كان مع المنتخب الكرواتي الكبير لقدام حضراتكم ده على ما أسهم يعني بالنسبة للصورة وتعادل مع المنتخب الكرواتي بدون أهداف وكان أداءه عظيم 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 وأوعى تنسى أن الكرواتيا تأهلت لدور الثمانية وفريق كبير لكن المباراة كانت ما بين المنتخبين وده كان أول ظهور للمنتخب المغربي في مونديال قطر عشرين اتنين وعشرين وبين لنا كده من البدايات أنه هو منتخب سيحقق شيء في كاس العالم مش هيبقى ضيف على الإطلاق ولن يغادر أبداً بعد دور المجموعات بتبان المسألة بتبان من البدايات بعد كده التقى مع بلجيك وانتهى اللقاء لصالح المنتخب المغربي اتنين صفر لدى دي بروين بقى ولا سيلفا ولا غير ولا حد ولا لوكاكو ولا 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 كل دول أمامنا أمام المنتخب المغربي كانوا أقزاماً صغار واستطاع المنتخب المغربي أن يلقنهم درس الهدف الأول لسايس طبعاً وهدف كان عظيم عظيم ودي زياش النحية الثانية من نحية ليمين وقفلها وتحطت حلوة 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 لزكريا بخلال الهدف التاني للمنتخب المغربي عشان ينهي اللقاء بدرس للمنتخب البلجيكي المصنف التاني عالمياً وخلي بالك أن المنتخب المغربي لم يدخل مرمى إلا أدف واحد بنيران صديقة مباراة كندا اللي قدامكم انتهت اتنين واحد للمنتخب المغربي الكبير طبعاً الهدف جاه بنيران صديقة طبعاً الأول حكيم زياش ده طبعاً الهدف الأولاني بعد خطأ من الحارس حكيم زياش أنا معرفش يعني خليله زيتش إزاي كان مستبعد واحد زي ده ده لعيب يا جماعة يتوزن بدهب يتوزن بدهب 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 ودي الهدف التاني يوسف نصيري لعيب كبير 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 بتمريره روعة روعة من أشرف حكيمي من ناحية لمين دخل جوه الثمنتاشر وهوباً على شمال الحارس حشان يبقى اتنين لا شيء بص الزاوية وجمالها بص بص اللعيب يوسف نصيري الجميل من ناحية لمين روعة روعة أدي حكيمي هو حط هالو من وراء الناس كلها حط واحدة والتانية والتالتة بوش رجله على طور في سقف الديقة صعبة 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 عشان يبقى المغرب اتنين وكندا لا شيء وبعين زي ما قلنا بالنيران الصديقة كان هناك هدف وحيد لنايف أكراد طبعاً اللي هو الكرة اللي قدامنا دي جاي طلعها خابطت فيه ودخلت لا يقصد على الإطلاق إذن في الثلاث مباريات هدف وحيد دخل في المنتخب المغربي وبالتالي أصبح المنتخب المغربي هو أقوى دفاع في كأس العالم حتى هذه اللحظة ما شاء الله حتى ضربات الترجيح ولا هدف ولا هدف لأنه عندنا مين عندنا بونو عندنا بونو محدش أقدر يقدر يسجل فيه على الإطلاق آدي أجوير ده دخل هون حطها وانتهى اللقاء اتنين واحد لصالح المنتخب المغربي نروح بعد كده لضربات الجزاء أدي سابيري ده حطها حلوة قوي 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 وبهدوء شديد جدا وعجبني النهاردة في التزديدات حاجة حلوة بسرعة 83 كم في الساعة ودي زياش نجم النجوم في وسط الجون لعيب عنده ثقة عالية جدا وسط الجون وسط الجون وحكيمي بقى لو جات بقى حكيمي دي تدرس بص زياش في وسط الجون طبعا الجون بيروحي مين أو شمال حطها له في الوسط أدي عبص بص حكيمي بص حكيمي ده انت مفتر يا راجل ده انت مفتر يا راجل مش معقول وحطها خلي بالك بطيئة جدا حطها ببطء شديد لانه متأكد ان الزبون هيبيع يمين أو شمال وفعلا الزبون باع وحطها حكيمي بمعلمة وقعد يضحك ويتمايل زي الخيل الجميلة لما بتتميل كده بعدما تنط مجموعة حواجز جميلة هذا هو طبعا أشرف حكيمي وقبل منه زياش وكل الفرق عايز أقول النهاردة تشكيل اللقالق تشكيل الألماظ وواحد يقول لي اوه يا عم انت بتزاولها ما زاودهاش لمؤاخذة يعني هو فيه منتخب عربي في تاريخ كاس العالم راح لهذا الدور الاجابة لا خلاص سيبني بقى براحتي سيبني براحتي ترجمة نانسي قنقر